في سهل غريس جنوب معسكر تنتشر حقول وسعة من البطاطة سيتم جنيها في الأيام المقبلة وهناك حقول أخرى بدأت فيها عملية الجني ويقصدها تجار الجملة من كل أنحاء الوطن نجي من تيارة كل عام نشروا منها نبيعدة ربع سنين خمس سنين كل عام نشروا منها الحمد لله يا ربي الغلة مليحة والسلعة مليحة هنا تبعوا السلعة نخدموا السلعة يجب أن نشروا حاجة حاجة مليحة ونبيعوا من المواطن حاجة مليحة الدعم الفلاحي الذي أقرته الدولة ساهم في الحفاظ على المردودية الفلاحية لهذه المادة الاستراتيجية في السوق الوطني لدينا الإنتاج هنا في المقاطعة تغريس حوالي 2548 اكتار هذا كهذه المساحة المحقق قليبية في اللاحب يجنيون للمحصول تاحهم والمردود هنا 250 اكتار في الحيطار وهذا بفضل الأسميدة التي دعمنا بها بفضل التنجيزات التي تعرض السقي بالرش وكان بالتقطير تم إنجاز أو تم غرس حوالي 5100 اكتار لتعتبر مساحة لا بأس بها مؤخرا انطالقت عملية الجنية على مستوى المزارع وعلى مستوى المستثمرات الفلاحية اليوم وصلنا في الإنتاج فقنا 200 اكتار لراهي مجنية وراهي تضخف الأسواق المردود انتحى أو المنتوج الذي ننتظره فيه لفوق 1.500.000 قنطار من هذه المادة رغم تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي في سهل غريس مقارنة بالأعوام الماضية إلى أن المصالح الفلاحية والفلاحين يواصلون بدل مجهوداتهم للحفاظ على هذا المورد الزراعي الاستراتيجي للبلد